نربي البنت في البيت على الطاعة لا أقول الطاعة العمياء بل أقول الطاعة المبصرة الطاعة الواعية الطاعة عن حب ورضى لا عن إجوار وغصب عنها لا بل أربي البنت التربية على الطاعة لا أقول لله ولرسولي فهذا أصل من الأصول إنما أربيها وهي بنت في كفالة أبويها والذي يقوم على تربيتها هي أمها ثم أبوها تربيها على طاعة زوجها كيف نربي البنت على طاعة زوجها لما ترى أمها كيف تتعامل مع أبيها نربيها على بالعمل لا بالكلام ولا بالإجبار لهذا فإن مسؤولية المرأة تجاه زوجها أن تطيعه رقم واحد أن تطيعه وهناك جملة من النصوص الشرعية التي تبين حق الزوج على زوجته في أن تطيعه أجمع أهل العلم والأئمة جميعا على أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة طاعة الزوجة واجبة بشرط أن تطيعه في المقدور وأن تطيعه في المشروع أن تطيعه على قدر جهدها واستطاعتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن نفسه من أطاعني فقد أطاع الله من أطاعني فقد أطاع الله وهو الذي يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ورغم هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف يبقى أن رب البنت أو نعلمها أو نؤدبها أو ننمي فكرها وهي في بيت أبويها على أن تطيع زوجها كيف؟ لتعلم أنها بطاعتها لزوجها فهي تطيع نبيها وربها كيف هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها وهي على قتب أو قتب يعني ظهر جمل ولو سألها نفسها وهي على قتب لأجابت يعني يجب أن تجيبه وهناك جملة من النصوص التي تتربى عليها البنت لطاعة زوجها ولتعلم الزوجة أن هذه الطاعة لا تنقص من قدرها إياك أن تظني أن هذا نقص من قدرك بل هذا إعلاء لشأنك ورب العزة لأنك في الأصل تطيعين الله عز وجل لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أعظم على المرأة أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال زوجها قال وأي الناس أعظم حقاً على الرجل قال أمه تاني أي الناس أعظم حقاً على المرأة قال زوجها وأي الناس أعظم حقاً على الرجل قال أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التربية الإيمانية هذه التربية منذ الصغر وأنا قل لما ترى البنت أمها كيف تعامل أبيها كيف تعامل أباها وكيف يتعامل أبوها مع أمها تتعلم وتخرج وهي لسه في بيت أبوها في بيت أبيها تتعلم كيف تؤدي حق زوجها لأنها رأت أمها الفاضلة أمها المؤدبة المهذبة أمها المسلمة المؤمنة الودود الولود التي تتعلم كيف تتعامل مع زوجها يبقى أول حق من حقوق الزوج لتربية البنت على تحمل هذه المسؤولية طاعة الزوج قال الله تعالى في وصف الصالحات المؤمنات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات قانتات أي طائعة طائعة لله طائعة للرسول طائعة للزول طائعة للأب فالصالحات قانتات المرأة الصالحة قانتات طائعة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نرب البنت منذ الصغر على أن أسعد ما يسعد البيوت وأسعد ما يسعد المرأة أن تطيع زوجها قل وطاعة الزوج لا تكون إلا بالمقدور ولا تكون إلا بالمشروع التاني إلا بالمقدور لأن الله لا يحمل النفس قدر طاقتها والنبي قال ما أمرتكم به فأت منه ما استطعتم لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا ما تطيقه نفسك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة صنف من أصناف ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة ثلاث لا ترفع لهم صلاة العبد الآبق والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران لا ترفع صلاتها صل ما شئته صوم ما شئته اذكر الله ما شئته لكن كل هذا يتبعه أو يولد أو يربي أو ينمي عندك أن للزوج حقا حقا عظيما لما رجع معاذ بن جبل والحديث كل الرجال حفظه وكل النساء تحفظه أيضا لكن ما بيفهموا فيش الفهم الشرعي لما رجع معاذ بن جبل من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما لقي النبي سجد له فقال ما هذا يا معاذ قال رأيت الناس في الشام أي النصارى يفعلون هذا لأساقفتهم أن يسجدون لهم فأنت أعظم عندي وأعظم حقا عندي من تعظيمهم لأساقفتهم فأردت أن أصنع هذا لك يا رسول الله قال لا يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه طبعا الكلام هذا بيعجب الرجال وفي نفس الوقت فيه سعى للنساء أقول أقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الرحمن بن عف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي يا سلام يا سلام يا سلام لما تبقى بطيعة النبي يقول لمعاذ ولي أبي موسى الأشعري وكانوا اثنين يقول لهم تطاوعا ولا تختلف تطاوعا ولا تختلف أنا بقول للزوج والزوجة إحنا اثنين نقيم مملكة نحن اثنان نبني مؤسسة مؤسسة تربوية لكل واحد فيها دور لكل واحد فيها مهمة على كل واحد فيها واجب لو أدى كل واحد واجبه لسارت السفينة ولتحركت القافلة ولسعدت البيوت ولنمى الخير فيها يسعد أنا أقول ما يضيرك أن تطيعيه في المقدور ما يضيرك أن تقولي نعم وحاضر في المقدور والمشروع في غير معصية الله عز وجل زعلنا ليه زعلنا ليه طعيه تؤجري طعيه يفتح لك باب إلى الجنة بل أبواب الجنة الثمانية ادخلي من أيها شئتي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي غريرة قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إذا نظر إليها أسرت وإذا غاب عنها حفظت وإذا أمرها أطاعت طاعة طاعة في المعروف وأنا أقول للرجل وأناديه أقول للرجل بالله عليك تعلم من النبي تعلم من الهدي الصالح تعلم لتسعد تعلم أيضا لتطيعك زوجتك تعلم كيف تأتي بالأمر وكيف تفعل ما يحب بالمرأة إلى طاعتك نحن نقول أن شرط العبادة هي الخضوع والذل مع المحبة شرط العبادة لله هي الخضوع والذل مع المحبة كمال الطاعة مع تمام المحبة كمال الذل مع كمال المحبة لكن طاعة بغير محبة لا تؤجر عليها فأنا أقول للمرأة عليك أن تطيع الزوج لا جبرة ولا قصرة ولا قهرة لكن طيعيه لله لله رب العالمين طيعيه لرسول الله الذي أمرك بهذا وستسعدي وهتعد الأمور كثير جدا من المشاكل تحدث بسبب عظم طاعة الزوجة وإذن سألتها قالت ما يستحق هو إيش فعل لي ماذا فعل لي حتى أطيعه فعل وإن لم يفعل وقصر فالله سائله والله معاقبه والله سينتصف لك والله سيأخذ لك حقك والله سيأدرك